اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة 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 تشاهدنا ربعة ربعة من حاجة مثلا يعطيك البلاطو ويعطيك الغربان للسركة. ماذا تشيليكي. وملا تجيب دي معاك اديك تفصل ديرك الان تعلي في الحوان. عندهم اكل يزيلت كتار عندهم الغرباء فيعطيك الغرباء واسمورتي يبدو وفوغ يملاجه انت كتنقتل تقطيت يطحن واحد تحداك. تعالوا مقتي تاني للدزار تعطي لي طحن وواحد تكتحني اطريت كلها دي ليدك وشايفاش فيها من خلطة ما وهو صراحة الحاجة لطيفة سير في اللدة دي لدوك الوصفة دي لعيد الأطحى وداخلة فيهم حتى ديك العطرية اللي كتكون متحونة عليد متحونة عليد وجديدة مدرد مدرد نصيحة تاني وخرج بالتها لي العطرية دا يمنعو دي وخا تكون عندي كثيرة ما تتحنيعش مثلا عندي القامة كامون كثير ما تتحنيعش تحنيه بشوي بشوي را محددو طي تتحن قليل وانتي كتستفدي من نكاهات دياله ومن اللدة ومن الريحة انا فيه برد العطرية تتبرد ايه ايه الموضوع ديال العطرية كيف معلنا ايما نلقيها في الدار ايما نلقيها في الحنف ما تنسيش الفحم تاو شريع لا تساع لكل نوع جيد طرعا الفحم تاورا وده بولك يتخلطات شلي كيف ايه الاسف احسيش يحدي يبيع الفحم جيد ولا يعطيك الفحم ديالك وكين ده بتتبع المضايات السكاكين يعني تليل مات اللي احنا بحل ان احنا في الحنف كان اذاك السيد اللي تيجيب اله ايه الى كان متلا شي حوما اللي ما فيها شريع اذيك المضايات ايه المضايات السكاكين وما تنسيش ضروري الخضار الناس بزف كي يتقدو بزف المسائل فليلت العيد ولا يومينت العيد وتنسوا الخضار الانسان ما يفقس يأكل غير الحم خضار تنخل فتغذية ديال هذي كل ايديك سبعية تلعيد ايه وخصوصا المحل الغليد تاو وتن تاو المحل الغليد راع عنده بزف لإستعمالات في العيد اذا تشريتها واجه حد جوج باكت او اربعة يكون عندك ضروريين فا ايه لانت تستعملها مده بنقولك لإستعمالات والخضار كيف ماء نصيط عليها وكذلك من توتني الوازيم ديال فوقت العيد تاواخت كي تشري مثلا هالربال فبدا الحمدلله ولا الكونجولاتور تيس هالان هنا رغيفة تيكت ايه ايه اذا تايصاب البغريرة اذا تايصاب البغريرة كانوا النسائتي تعدبوا بزف لإست العيد الحمدلله ده باش هالت الامور مع الكونجولاتور واجد الرغيفات واجد بغريرات واجدك شي كل شي ديالك ديالك الكونجولاتور على تساع وكذلك واحد النقطة التأييلة تدير واحد منكها خاصة للعيد هي البخور والمراشد ديال المظهر ايه 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 تتكون عندها ايه 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 هادا قوة يحب الاول يلطف مثل كيف ما قلنا عن جزو هاد المرحلة هي مرحلة اخرى هي الملابس عندما بزاف الناس يشريوا الاطفال الملابس ولكننا مثلا فبطل هاد الاعياد الدينية يكونوا ملابس تقليدية ايه كيف ما تقولها؟ ولكن ما تنسيش واحد الحاجة هي انه هاداك ليلت العيد ماشي ليلت العيد انا طريف نقولك ايذي تي ليلت العيد هادا يتخلقوا الملابس ليلت العيد تقليدية مثلا انت يبقتن على العيد والتجلبة الكامل كميشة وخايا ملUCKة فالطلاك ايه كالا كميشة تقليدية نجبدو هادو كل ملابس ايه ماشي ودبال ليلت العيد ليلت العيدة اللي لا غديتوجي في الليه قبل ما تناسي غادي تحبش شوية باش ما تلقيت اتقلب على الماء. في الليل ونين بيت قبل ما تناسي حبش شوية فوق البوتاجي حتى القتبان وخصوصا عموري واحد الباني ولا جزت الماء علاجة. الجزار تيبي يخدم بالماء. مم. ودك الصباح تلعيد كل شي تيتلقى الماس وكيف يبقاش المات يمتلك. ايه. هادي تأي مهمة. ايه. هادي تأي مهمة. ايه. فالم. تكون تدرك على الماء. ايه. صح. ضروري هاد النصيحات ذيلي بها. خصوصا الناس العمارة. هاني. اتفتل الناس العاديين. هاني ترى تقول لي في الماء. احنا هي في الارض. يتقول لي الماء. يتقل لي. يترقيق. مهم. ومن دوك البانيو صغير. ايه. ولا جوج عمريهم وجدي. وما دوك ديالي خاص. انت لك زال. انه وتيبغي الماء. ما يبقاش يتسنا. ولا غاديو تيخبين في الاوسخ. ما 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 بقب حيالة كان الوصف والدم وذك شي الاخيرين. وقدري كن نجمرتها وانج بدو على تيسام ديرك ذاك الفحم ديالو. وماشي نشعلو غير موجز فيه الفحم. لاني هاداك شي بايفتسميت صباح العيد. خالي تكون يتي معا القزار معا الدوارة معا ذك شي ما قلش لتقاليك الوقت لاش تديلها دي المسيلة وقتا بسيطة. واريت انت تش بديك الوقت. ايه. كتنقص عليك. ايه. ايه. احيي دي اذاك شي من دي المجمار قبضيه بالفحم ديالو. دي. دي المسيطة جدي. الفحم ديك اسمها ستيلة ديلا ماش عالا في طبيعة الحاز. ايه. ايه. يوش دي احطيها وما تنسيش الشاشة لنا دبرة. ما باقاش الرابوز. ايه. الناس بطريد ديروا الرابوز ديالو غير ديك اللي متوفر هي النشاشة يا الرابوز. ايه. يا حتى تايح بيا حين تهد شي كتبت قلبي عليه. اصباح العيد. هيا والله لا بصرح. كل شي هد شي ديلي فليت العيد. باش تصبح تكوني مكنسانترية غير على على الاضحية. على الاضحية. هي. وما تنسيش كذلك سلقي واحد شوية الخضار. هي. شوية خزوش. هي الحساب شبه دا ولا. بيتيهم بلا رقوان بلا والوهم سلقين. باش يتعاوني بهم تدو. منا تدكوري بهم تطولا. منا تيدخلو. الخضار في الاكل دي. الفيبر كيف تيقولو بعدها. الالياس. احنا. بس. يدخلو للفيبر. علي منطرة يدخلو مع اللحم. ما يدخل اللحم اللي كانت تدخل بوحدة. اذا اذا فيما يخص ليلة العيد. اذا بطباح العيد يدخلها كيف ما تطفقنا قلنا تنساك لأول عيد. يغلوها ايه. ايه. وان نوريوها احنا كيف. ايه. ايه. احنا. احنا غير علمونا. ايه. احنا لي رصص غرب. والخالات والعمات رحمه الله فعض نارا. لا يا الله. إحنا تكشلي عسنا تنبغونة عنده. ايه. ما يجازك بخير ايه. ايدن كيف مجرد ماتي يزبح اله يزبح الحية طيعتك البطانة هي اللولة يصل خلطانة طيعتها لك هذيك البطانة للا ديك سعف البلاسة تحتها فوق شي صندوق يكون خشبي متقوب او لبلاستيك المهم يكونش حاجة متقوبة وتكان لقب تيجاك المحي الغلي اللي يخصو دار وليتشر لحظة الموجود لها كلها طليلها كلها وحلي هذوك الاطرف بربعة حليهم بالموس تدوك تيدو دو دغي ديدو تتحلي هذوك الاطرف بالموس وكتدينيها كلها من جميع الجيهات وكتديرها فوق ذاك الصندوق الخشبي او لك تنشرها للا عندك متلا جيج تسلوكة ديال حبل حين تيخصت تلقاب بلاط تتنشرها للا عندك جيج تلحبولة ديالسلوكة ديالانشرف وانت تتنشرها لهم تكتيبت عندك بغيتي تصدقها بغيتي تصدقها بغيتي تصوضيها ركيين تبارك الله عن نفسي المهم عندك شرفي المهم عندك تنقلو تصوضيها الى بات تغيب الى وحدة تتدود ايه تقول لي واحدة ريحة خيبة تتدود فعلا تصدقيها جاعة تصدقيها مزيانة 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 شكي قلتيني دودة ولا ولا تبغيتي نسال نسال البطانة ولا جلدي الاطحية ايه ايه ديك سعن بعد كي حلل الاطحية الاطحية ايه 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 عايديك شحمال اللي ما تنشرهاش في الشمش ايه مش مش لله منشوف تدوبها ايه ايه اذن غادي تنشرها تكون مسرحة ايه مزي مسل اشي وحدة السيدة كان وحدة السيدة انشراتها في السلك اه زيما لاننا قلت مصائب وقومين عندها قومين مصائب ايه 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 مزيانة نشراتها مسكينة في السلك ويتلسقلها اه خذ السقطة على طرف ساكي فيه ما بقيش القدرة كيف تفكهها قائلة يعني ما عمك ما تنشر ما بقيش السك تهي السقطة على طرف ما بقيش تلقيها يذاي انخصت تنشر في شي حاجة اه ثلاث تكون السرحة وتكون ليفضوا مش 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 واختة تناتنا قاعد في بلاطوب ديرك شي زيف واحد مينة اا اي 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 ولا اذا عندك شي حاجة شي شبكة شبكة كبيرة تلك اعنك شي شبكة صفاية كبيرة درها عليها من الفوق و تتسرحيها على الشبكة كلها مقلبة طبعا تلح القلبي يشبكا ولا الغربال إذا عندك شي غربال كبير قلبيه المهم شي حاجة تكون فيها مسرحة وتقصت في قطر ايه ايه غادي اعطيك الدوارة غادي يخرج الدوارة يعني عادي نمشي معك بالمراحة ايه 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 غادي اعطيك اولا غادي اعطيك القجطة مع الريئتين ايه ايه just اه ايه 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 كانت قربة كان알�атель كانs كان العرشد تفديه من فوق وتبدأت تنخضي هل كتنخضي اللبن كتنخضي وكتنخضي وكتكببه هذا كلمة في لي في كيخرج من ذاكلمات يخرج فيه كل الكشكش والدم دي عودية العملية ولكن عودية العملية جزلوبة أو ثلاثة وكتبه هذا كلمة دي كتكبتي واللي طافي مرحبه لا دم لا ريال لا دم لا كشكش لا والو ديك الساعة بنية تصبح ديك الريال واحد لغوظ فيها ما نقول لك الوين رائع لان خرج منها الدم خرج منها الكشكش تتبقى واحد لغوظ فيها زوين يعني رائع تطرط وما ديك تخرج منها في النبات الثلاثة تطفتي واللي طافي ديك سأل الله غادي تخطي واحد السكين يكون رب ديه ورقيه وق وكانت بدي تتحلي هذوك العرق كل هم ديه ذرية كل هم تبعي هم السكين غادي تتبعي كل عرق تبعي تبعي هذوك العرق تتبعي هذوك العرق تتبعي هذوك العرق وقلت بقى وقلت بقى فيهم شي شوي يددم لانه ديه ما الحبوظ سكين اشتير حبوظ سكين وراء ديه وما يتيك حلو مرقى ديه ديه الدوارة ديه التقليه هذوك الدم من ديه ذوك العرقات تتخلص منهم اياً تتخلص منهم اياً شكيدهم تتخلص منهم اياً تتقنتي بانما بقشت في احد الدم ديك ساعته تتعاقيتها صغيرة وكتخليها السماء والغل والملح تتخلص منهم وتتخلص من الماء والماء والملحة وتتخلص من طريصه صغير أكلها جنباً كتتتنشي لكرشة لكرشة غادية عليك القذاب غادية تحاولي دي قلبيه بالما تقيسها الماء تتخلصها بشويه 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 تتتقرب على وجهه في نفس الوقت ديك ساعته كنت يتحيد من هذا العجب اللي في هذا الرمي كتتحيدي وكتتتسوسي اذاك وطيتها من هذا العجب ديك ساعته يتحادق لانه بكل تتخمنية واحد شغلة غيراية لشفاءة بلماء هكا تتخمنية وكاد قطيعها واحد الطرف الكبار ما دي مقولها مش علاج الطرف الكبار خوت من القياس فوت نيديك اي 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 كوان نيديك الان او 20 ماتضلوا او 10 او 20 ماتضلوا هستطرفكبار اي 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 انباخي باتعو بتختصية قطيعات خرم علاج هذا كثمية لانه غادي تاخذ كاسرنا وغادي تودع فيها الماء بقتيغ لا ما تطفش عليه بقتيغ لا و تنقصي علي العافية مين يغلي؟ تنقصي العافية و تخضي كلها طفنا ذك الطرفة ذك الكرشة ذك الطرف الكبية اللي قلنا ذك الكرشة و تغطسيه بصور عود جبديه ما تخليه شي تسلق لك الآن غي تتشديه بيديك بجوج و تغطسي ذك الطرف و تتشبديه كتحطيه في الغرابة القطبور و تسخيه كتسخيه باس ميته بسكي كاراتيت 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 و تضع ذك الشي اللي بسكي و تعطيه في مغليان و تسخيه ذك الطرفة تحطيه جانبا و تريد الطرف لأخر في المغليان اذا تعطيت و ترتيمتي جانبا و تضعية جانبا يجب تكمل ذك الطرف كلهم ديال الكرشة بسكا تسلي لها بالمبرد و تسلي لها بالمبرد و تحتاتها في البانيو ولكنها تضانيوش فيه فيه الماء والملح والخل ولكن زيد عليه شرائح ديال البصل حينتها ذاك البصلة يالك تحيد الريحة الغير مستحبة ديال الكرشة دروري ذوك ذوك اضعطت الشرائح واللخلصات البصلة تترميهم مع ذاك الماء وتدخلها التالية مرقبة باقي بتعود تقرد من بعد تبيت نصيبها الماء قلتيننا الحاجة الماء والملحة والخل نحيدو الريحة نحيدو الريحة تتقول لي بحل صيطات بيضين تتكررتها مزين تتبحل عليك صيطات صغيرين بيضين ديك ساعات عدد خود تاخدي الانعاء يعني المصار المصار طويلة باش يسهلوا عليك غسيل ديالهم تقريبا نحل بلتين نتر وتقريبا المصارة وغدي تاخديها للتاو وغدي زيدي ذا الربيني تزيدي ذاك المصاران تزيدي ذاك تدري في الفن وضينا تدقي الماء ذاك الماء تيخرج ذاك ذاك الشيطات ذاك البرية وذاك الشيطات ذاك الماء يمسا تيخرج ذاك البرية وكله ذاك الشيطات يخرج ويبني خورصة تشتيبا وكينا ما بقى فيه والو كتخديه ديفسا وكتقلبي دقتيه تتخدي أقتر وطة ذاك التفدية لذاك تتقلبيه المانك تقلب ديفساك تحطيه وكتكرتين كي هي من نها ذاك اله دوك ودك شريتيك ونفوص المطلعان وغدي التاوما عنده ثلاثة لبانيونات لبانيو اللول فيه السميطارية لبانيو الثاني فيه الكرشة لبانيو فيه الأمع موخة طافي إذن هم بثلاثة خليتيهم قلنا قادرنا على وضطانا قلنا كيفاش عادين ديروا ليها قادرنا على شهر الدوارة بقالينا الكابيد الكابيد اللي كان قولو ده بلنا تيسلقوه ولكن احنا ما عمرنا فيه شما تنسلقوه الكابيد احنا الكابيد كيكشوه مباشرة وكيالده دياله ايه تيسلقوه فوق شوية وملي ما حد انتكت شوية تيسلقوه من هاتجي ومن هاتجي كتعرضي تقطعي تاني طرف كبار باش كيدخوليه دكتير بطي يدخوليه الدخل ايه لأس لينها دكوالي بيتصابي بيه الزنان ممكن صابي الزنان والقوال كبدة خضرة من الدخل ايه تتقني بعد انكي شويتها من هاتجي ومن هاتجي بعد كتبديها مش شوية تقطعي طرف كبار ودكتير في اللي قطعي كتدري الوسط ديال الكبدة والكي واللي موالي للعافي ايه باش كدخلوه تيه باش كيد ايه من مره بعد الجوية من خوق ومن التحت من هاتجي الجانب ومن هاتجي الجانب ايه من باية دكس عمي تتشوية بطعبية الحارة كتقطعيها مكعبات وكتدري لها الملحة والكمون والففلان طحونة وكتخليها جانبين اذاك هو القوم ديالذنان او بولفاف ايه 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 انا تانبغيه ولكي معرفت الناس واش بقيت تجيره لما تجيره لا تبارك الله مزانين دارور القديد يعنى لانه والمحاديا دكت دخية مارسي تزيل ان لا واحد سوية ديال اللحم ايه لموانا اني ذاك اللحم اللي قضيت ديال قديد غدي تغتماكي شرائيه يكونوا رقيقة وطويلة شرائيه يكونوا رقيقة وطويلة شرائيه يكونوا رقاق وطويلة ما تكون ش اللحمة غليظة انلا لكانت غليظة راتاتي الدود ايه ايه إذا تكون طويلة حس تتحضل ورققة تلقيت تتشرحي ذيك الطرف الحم من الجنب من هات جياك وغاديهم تيت تترضيها بحل شارف لا تتوليش طويلة ولكن في حلة كين ناس كي يبغوث يخليش شوية مضلعة أو اللي تقول لذيك اللي تندلوا لحنا في العيد اللي تنقولوا لها ديالة هذيك ديالة وذك تريف مضلعة يكون ضروري فيه شوية العظام عدوك العظام تخصي ضروري ضروري برضيهم بالسطور حلوك يتقردو يتقردو كيبقى صينين شدين طرف واحد تبقى شدين ولكن تتشرحيهم حلوك يتفلحوا علاش لأن ذوك التوما تيدودو يلا بقى مخبيل فصل اللحم وخليش من اللحم على بره ومقوم هما الدخل تيدودو إذا انت يخصدك العظام تشخشخي يعني عن قتل المصطرة تشخشخي باش توصل الفكرة فعلا ايه ما توصل الفكرة تشخشخيب هذيك المقدة او اللبساتو تشخشخي باش حتى وزن دخل لي الملح وطي دخل لي القوان لوقت اللي كانت تنشرية تكون كل شي متى تكون متى قنابي اننا كل شي مملح كل شي مقد ايه ودك ترقى كترقى يومين كيف ما قلنا ذا بقى بقى بلعل بحل دا بلي كان يسخون دير غير 24 ساعة الحل سخون 14 ساعة بركة وكان في المدز تقلبي ما تخليش على جهة وخدا عنتي في المدز تقلبي باش يشطر بالقوام من هذي جيه ومن هذي جيه باش متيك حالش اني لبقى محطوط على جهة وخدا تيك حال ذاك الفوقاني والكيميكا تكونيك تقلبي من هذي جيه متيك تبقى اللون دياله زوير وتبقى نشار بالقوام مزيان وسميت ذاك القوام ديالة اللي بدي ديالة بغتي نقولوليك نقولوليك ايه والتوم والملحة طبيعة لحضرها كتيرة هذه الغليضة هي اللي ولطة الطحر هي الملحة بزيادة يعني كتيرة وتزيد عليها التوم مدقوق والكمون والشوث المطحونة وشوية من الخل تيفتي تيفتي وشوية من زيت الزيتون واحد المعنقى ديالزيت الزيتون والشباب ديال قصبور ليابس المطحون هذيك بزيادة دبا هذيك هما والملحة تيكونوا بزيادة يعني كتار تدي هي كمية كتيرة من القصبور ليابس المطحون ومن الملحة واداك شي لاخور هي تينك داك الكامون داك الفرام مطحونات و هل تينك هول اسميت وما دا والاساس ديال الجديد وما ديجوش العناصر الملح والقصبور ليابس المهم المهمة من يجلنا دوك التوابط تينك داك ساعة تخليك يجلنا واحد نهار ولا يومين لا حسب الطعس واشحار ولا محارش من بعد كده داك النصيحة التانية بالنسبة للجديد هو تقول لي كانت مشرية غير من العشرات الصباح تل خمسات الأشية مثلا علاس لانه في اللي تيكون دا بخصوص في المناطق الساحلية تيكون دا اييي تي عاودي نزلك على الجديد تي عاودي في الزجو تي عاودي الصباح تتخذ قلبي في الحبل تتلقى يفازق بينا ترجعي لتان داكتير قد رجعي نزلك التوابلي تنزلوا من الارض تتلقى التوابلي في الارض والجديد من صوف الحبل ايي اذن باشا تدري غير تغطي واحد المنديد يكون شفاف خصوصي لعنك ذاك البرينتج البرينتج ايي تتحيي دي تغطيه على الدبان كيما قلنا تتحيي دي تغطيه من ذاك البرينتج وهذك النصير دي العشرات الخمسات الأشية تيفكك من هذك القانية دي انه الرطوبة تدخل لك للجديد مزيين ايه 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 تغطيه دي المنديد الشفاف الدبان ايه وننشير من العشرة الخمسات تصباح ودكت عدخليه الكوزينة تلغبلي وعاودي نشريه ايه ايه قريبا العملية تدريك تخريب ايه ما تكمل سبوع دا ما تكمل وعنشي تفتعي القديد ايه وإذا انت ما تكمل تأخذيه في واحد الكيس من ديال التوب تدري كيف كانو جمال كيف يدريه في واحد الخمسات ايه وطيخ اخطيخ دبي في مكان جاف دابا كان ممكن الامكانية اننا نقدر نديره في الكونجيلاتور ممكن تخليه في الكونجيلاتور ما تيتراني اتشي حاجة ومن احسن ما تتغواش هذيك شحمة اللي تدلق شحمة الغوية الكونجيلاتور ما تتغواش لك الشحمة حين كادي ما تقتلش عن ذاك الواعر والمجهد ديال الشحمة الكونجيلاتور تيح انتيه من هذ القادية تيبقى جديد جديد صافي ايه ما ممكن احتفظ بي في المجمت ايه الواحد ديك ساعة تتبدأ لالحنا بات الحم ما تنقطعوش نهار لول ما تنقطعوش للحم اللي انتي يقول لك والتال اطبانا كانت سمعت بالاطبانا ايه 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 ما تسلك ياش اللي قال لنا قال لك الدبيحة ديك كي يجل علاموش قال لك بالخلعات تطلق واحد المادة سامة ايه الله يحفظ ايه 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 وكتكنت الاضحية مازال منشفاتش يعني صراحة منشفاتش ايه وغالبية المدن تبارك الله والملاطق يعني كيديرو هاد هاد الشي وتبجوش تلتاني ايد عدك ساعة كيفصلوا الحول ايه ايه احنا تناكي تنضيرو غدا تنضيرو باسميتو ب بولفاف ايه ايه وطقليات عم صيبة ولكن تناكولها بكري هات شيني كين ايه ماشي تقريبا تنحط تقريبا تنحط تقريبا على تي ساع ايه مرح تتبقى الفخر تتبقى شوي تتردعلي التقليل تتبقى مخطر مدك شربي دبرا عطيك طريقة تقليل وصفة تقليل وصفة تقليل تكون تتصل مع المزات نقول لي مثلا بيطلع صححة بغيط بيطلع بيطلع تتصل لك الحسد مرور تكون تقفى ايه او تتكون انت السيدة البيت ايه تقول لي هذي بغيتها هذي بغيتها لان كلها 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 اه فعلا كلك يبغي هبيرات هكالكفة او للخضان كلها ايه يغلب حاجة على حاجة ايه 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 تكالخير تبارك الله عليك يعني نصائح مهمة جدا الاستعدادات العيد الاضحة ان شاء الله غدي نختم معك الحاجة لطيفة طبيلي اه بطريقتك في تحضير يعني التقلية وخلال لحظة ان شاء الله بإمه توابل ديال المرزية واخا ما بقاش الوقت الاسف ما بقاش الوقت وانا غدي شنو غدي نديرها الحاجة تعطينا التقلية وانا خلال هذي الأسبوع بما انو الكتاب عندي غدي نستفد ونفيدوا المستمعات بنسبل هالتوابل ديال كيفاش نجمعو العطريات ديال المرزية الله يحفظك بنتي الله ينفعك بلاجر يا ربي امين الله يتكفل الله يتكفل الله يتكفل الله يتكفل وادو ايصال اللي تتوصل للمستمعين صوتنا الله يحفظكم بنتي والله ينفعكم بالأزر هذا ما نقول لكم الله يبارك فيك حنا وانتو ان شاء الله نصبيها بسرعة من الماء باش هتخلصين ذاك الملح الزائد وذاك ايه حالا غنشلوها ايه شلليها لا حاشلليها وذك ساتتقطعي ذاك بحد ديك تقليل اللي بقات كبيرة تقطعها صغار اذا حساب ثم الريارة قد قطعتها ايه ونفع نفع نفع ملينة يكونو ايه ممكن يقطعو ذاك لأجزاء كلها تقتع صغيرة شوية ما تجوبش لنا قطعتها صغيرة وراء بزرت الدوب ما بقيتها تقطعو من الكرشا من قطعها واحد شوية بينا شوية حالا كي تقريبا الكرشا متانشي ثلاثة سمسيمترا ايه انا باش تقرض بالمستمع المهم من المقار كما قلنا معلقة كبيرة من الكامول دي مرحبا لكم وليت قطلها ولكامول دي شوية الملح شكرا معلقة كبيرة من الفلفلة مطحونة تحميرة معلقة صغيرة هي صغيرة مصد تحمل البزار ايه ما كانش قاعد يكون ايه انا دلتو لكي لقيتو تأثير انك خط تخصير كان هذاك الابيض ايه جهائي لعندة توفر لك البزار الابيض ولكن كل معلقة مصد تحمل محرر هالي معامرة شو بالساف اي مصد حق ولا زيقع هادو 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 اختياريين جوج عوات ديال القرفة انا تندلهم والله العظيم اللي دا قطق لي عندي تقول يا جزرتي فيها اه اكتك وخا الله يلتخير لك ايه جوج عويدة فقط ديال القرفة ديال انا جوج تمهيون راسي ولكن ولكن طالت اطولت رائع استا ديال السوسوس ديال ايه او طوس ديال يكون نايمة محكوكين هقول لهم الاحسن مدقوقين ايه مكتبقين ايه هتخرج داك لسوك ديال ديته ومتى يخرج اه 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 وشوية من القصبور اليابس مطحون قول معي القاة صغيرة اه القاة صغيرة عامرة من القصبور اليابس المطحون ايه نسكاس ديال الزيت ايه نسكاس لان عندك شحمة في المصار ايلا ايه ايه من قدوش مكتير غير النسكاس ولكن يكون نخلط ايه بديا والعادية ايه نسكاس خلطة ما بين نخلطين جوش ايه اه اه هنه تاني قصبور المعدمس الخضر بزيادة يعني يكون كتير ايه وتنخلي وتلخر ايه ايه من الاول ايه قصبور المعدمس بجوش ايه واحد جوش دي حبات ديال الطماطين المارق منها تتحمض التقلية يتجد ايه ايه محمد ايلا ايه ايه ما بغيت يشدير عصر ايه ما بغاش معطيشة يدير عصر الحمض مهم صافي عدوما المقابر مهم طريقة لغادي كما قلنا غادي تقطع الكرشة والريا وغلاف القلب نسيت مجلسك لذك الغلاف القلب تيدخل في التقلية وتدخل في القصبة الهوائية ايه معا الغليضة ايه وشوية ومهم كل شي منه شي تزيدي على القلية اللي انه الكرشة وسمو الكرشة ورريا ايه تزيدي على هذا العمصير مهم غادي تضعي كل شي في الكوكوت وغادي تضيفي عليه ذوك التوابل اللي قلنا في المقابر مهم والزيت والتوم ايه 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 تزيدي تزيدي شوية لما ماشي بالزفرين لنشي المهم اخليها الطيبة الى كان على الاقل الى كان الطيبة فتنجرة وفوق العواد فوق عفوان فوق الفخر ايه فتشي هائلة ايه ولو مثلا بدي بداي يدر تقع في الكوكوت بداي يغيش شوية طيبة فوق العافية العادية دي البوط غاز ولدي لقطة اللي انتي كانت شروطة تفضي 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 ايه كان احسن نستبدو ايه بما ان الصحر دي ساعة موجود والوق ساعة تبقى تطيب على خطرات اختر الماراق من دك شرف ايه بالاخير نكطيب الى تتقلبي بالموسكة القيبة ان كالش لين هي تشد الطياب شوية اللي بيع بالموسكة القياط طيب تجيدي ساعة دي كزبور المدنس ومطيش هائلة تبارك الله عليك تبارك الله عليك الحاجة لاتيفة طيب اللي يعطيك الخير وعطيك السحو السلامة ونشكرك بزاف على كل هاد النصائح والاستعدادات يعني الاستقبل عيد الاضحاء ان شاء الله الله يدخل علينا وليكم السحو السلامة اكيد على انه غالبيات النصائح بما فيهم يعني كيفاش نوجده العطرية وهاد النصائح ديال كيفاش نوجده الاضحية بالتفاصيل ديالها كينين في الكتاب ديال حاجة لطيفة طبيلي وصفات وتقاليد المناسبات المراكشية اللي صراحة يعني من اللي كان نشوف الكتاب كان صافرهم من بين المناطق يعني بالكامل ما بين المناسبات والتقاليد اللي سواء المراكشية واللي يعني كانت خاسموها يعني وخاف من ركشية ولكن تبارك الله كانت خاسموها في العديد من المناطق ديال المغرب ومدن ديال المغرب فنتمنى ان شاء الله على لكم تكونوا استفتوا بهد النصائح الخاصة بعيد الاضحى كيفاش يعني نوجده القوام ديالنا كيفاش نخصنا يعني قبل من العيد استعداداتش كيفاش كيكونوا وكذلك في صباح ديال العيد وكيفاش نضفوا الاحشاء ديال الخروف وختمنا بالتقلية للا رشيدة ألو صبح النور رشيدة لبس عليك للا بس الحمد لله كبيرانتيا للا خطيك الحمد لله للا صبح مبروك للا صرف تقدر معاك بارك الله وفيك للا كبر بيك شرف متبادل مرحبا بيك دائما مرحبا بارك الله ففي دان شنوار زمرات كاملة مرحبا بيك انا من نواح انت واسميت ومرح ايلا اعتك الخير تحية كبيرة لكم مرحبا عزيزة عزيزة بزاة بارك الله وفيك شكرا لك بزاة الله يقدرنا دائما مرحبا رشيدة شنو تقدم المستمعات اليوم بنسبة الاقتراح لانه كان اقتراحات كثيرة ما بويش انا نختار نبغيك انت تختاري شنوش شوى اللي غادي توجد المستمعات اليوم واخا نجلكم ديك الملوخية باسميتو بالغنمي يالله بعد بقري بليت عيد الكبير من شاء الله يالله واخا الملوخية بالغنمي ايه 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 واسميتو بصلاك كبيرة ايه واسميتو واحد اه واحد ماطيشة واحدة امه وشويت البصار شويت سكين جبير مرحبين بكم على التشاهدات وشويت خرقهم امه ونقصبور مع الناس ايه وكنشحرهم زيان امه ومع مع الحم تطي اذا ما تشحر مزيان ايه عاد تنشحرهم مع الماء ايه عاد تنضيفو اسميتو وتنضيفو الزيت واسميتو نديرهم فلكوكوت نسلتو عليهم شوية ولا بتتديرهم مفتازين ديرهم حيث بعد هذا الغلمي بيكون داعية ضغية يطي فعلا يكون في صين امه 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 انا المهم كان دي لها واحد طريقة بس ما تطقاش حرشة واحد كانشدت كل واحدة امه كان دا كانشكها بواحدة شي زوي فين ما يكون لقي ايه كانشكها تنشكون كاملي امه عاد تنعود نشتلمو تندور عليهم شوية وكندور ديك دكترة بيش لكي كل فوق ايه ولكم لا ندخش علي الداخل بش ما تتحلش ايه يطلق ديك المادة اللازيجة ديالا ايه ايه خليطة تتبع لها خاطره وقدري شوي تك اسميتها بتاعة اللي بنا بتاعة الغلمي امه تتران فوق منو وهط وجي مواجد بصحة وراحة فالله اعتك صحة رشيدة تبارك الله عليك تبارك الله عليك وشارك بالعديد من الحلويات والوصفات اللي هم على شكل ديالسة فالله اعتك صحة اختارينا اليوم تاجينة الغلمي بالملوخية واكيد فرصة مقبلة المزيد من الاختراحات من عندك اللي رشيدة كينوة تبارك الله عليك منها وحيد من ركش اذا غادي نمشي والوصفات سهلة والديدة مع تشيكولاتا واليوم غادي اقترح عليكم طريقة للتحضير الكريب فتنعرفو على انه في القطة تنبغي يعني صوء أكبر وصغر خاصة الولدات تعجبوهم بزاف لبانكيك لكريب لانه تكونوا شارطبيين وتكونوا يعني بالمدق ديال الفاني تكون فيهم شوكولات فتيكونوا مقبولين بزاف وتحبوهم الولدات فممكن اننا نصيبوهم في القطة هادي نحتاجوا في المقادير بالنسبة لكريب ثلاثة ديال البيضات السيترو ديال الحليب ثلاثة مع مع القبار ديال سكر سانيدا ساشد الفاني جوج مع القبار ديال زبدة مدوبة رابعة ديال دقيق الفورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات مغرب المزيان غادي نحتاجوا كريمة شوكولاتة للدهن وشوية ديال لوز افلي ولا لوز كونكاسي للتزيين غادي نعاودوا بنسبة لكريب غادي نحتاجوا ثلاثة ديال البيضات نستطر ديال الحليب ثلاثة المعالق كبار ديال سانيدا خاص الشيد الفاني جوج المعالق كبار ديال زبدة مدوبة رابعة ديال تقيق الفورس من النوع الجيد الخاص بالحلويات وكريمة ديال تشيكولاتة للدهن ولوز افلي لكون كسي التزيين غادي ناخدو الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نتحنو فيه المقادير مع بعض ياتهم مزيان يعني كسي الخلاط الكهربائي غادي ندير ثلاثة البيضات نزيد ثلاثة ديال الحليب ونخلط نزيد ثلاثة ديال معالق كبار ديال سكار سانيدا نزيد السرش الفاني ونحن نزيد جوج معالق كبار ديال زبدة مدوبة نخلط وربعة ديال دقيق الفورس مغربي مزيان نخلط هاد شي كله مزيان ومباشرة هادك الخليط اللي حصلنا لدي العجين ديال الكهرب غادي نفرغو في واحد الاناء غادي بلاستيك الغذائي وغادي ندخلو هاد ساعة باش كيرتاح فضروري نديرو هاد النقطة يعني كين انواع كتير كيف نحضروا الكهرب اللي كان نطحنو مباشرة كان نطيبو اللي كان نخليه ارتاح رعشرة دقايق فوق البوتاجير فبنسبة لهاد الاقتراح ديال الكهرب بطريقة نختلفة وانو اللي كان نطحنو كل شي في الكاز ديال الخلاط الكهربائي ديال الساعة نغطيوه ونخليو هادك الخليط ديال الكهرب او العجين الكهرب في تلاجة احتا كيرتاح مزيان ضروري واحد ساعة نخلي واحد ساعة كيرتاح مزيان عاد كان طيبو هدا يعني الاقتراح ديال المستمع خديجة نور وخديجة اوم نور اللي كان وجل تحية كبيرة والسر هو انه كتخلي ساعة يعني عاجين ديال الكهرب ساعة في تلاجة عادك ساعة كتطيبو مباشرة في المقلا اللي ما تلسقش وماللي كيطيب لنا يعني اللي طيبناها كنديروها في واحد المنديل اللي هو نقي يعني في واحد البلاتو وكنخلي وحتى كنكملوا هادو كلكهرب كاملين وبالنسبة التزيين واللي كيجيب الوليدات واللي ممكن انكم تفنوا فيه اكيد على انه ممكن انكم تاخدوا كل كهرب وغادي تدهنوها من الكريمة تشيكولاتة للدهن ترشوب شوية ديال لوس كونكسي او لوس افلي وكات تحاولوا انكم تسدوهم على شكل متلاتات هادا تزيين ديال الكريبة كيف ممكن انكم مليتزينوهم تشيكولاتة للدهن بالكريمة من الدخل وتنوهم على شكل متلاتات او لتروليوهم يعني لشكل هكا طويل اكسعة ممكن على انكم على شكل كويرات ونحطوهم على كراب كيف يقدموه في المطاعم ممكن اننا نقطعو كذلك شوية الفواكي عندنا بنان كيوي مونج اراناس على حسب هكا كيولي واحد طبق اللي هو متكامل في هادو الكريبة الكريمة تشيكولاتة للدهن في شانتي في غلاس او الفواكي كيف ممكن على انكم تدرو هاد الكريبة ولكن دروهم بشكل عائلية تقدموه بشكل عائلي على شكل طورة كاتجيزوين بزيف غادي ناخدو كل عجين ديال الكريبة يعني الكريبة اللي طيبنا حتى كنكمله حدا بطيبنا واحد عشر ولا اثناشر متان الكريبة ناخدو كل كريبة وكندهنو بالكريمة الشيكولاتة للدهن واحد طبقة بزيانة وكنعاود نصدو عليه بالكريبة وحدة ونعود ندهنوها كطبقة ونديرو كذلك كريمة الشيكولاتة للدهن ندهنوها نديرو كريبة نديرو كريمة الشيكولاتة للدهن نديرو الكريبة حتى تجيع لشكل طبقات يعني الكريبة ومدهونين مزيان بالكريمة الشيكولاتة للدهن وحدة فوق وحدة فوق وحدة ما بيناتهم هذك الدهن الدهنة دي الكريمة تشيكولاتة الدهن. كان مقاو غادين حتى كنكملو ومن بعد كندهنوها كاملة يعني من الفوق ومن الجوانب بالكريمة تشيكولاتة الدهن غير هو من كونو جدرناها في تلاجة باردة يعني نخليوها وهي يعني هي رطبة يعني واخد درجة الحررة دي المطبخ باش كتجينا ساهلة في الخدمة وكندهنوها كاملة وديك الساعة الجوانب كنبدو نرشوهم باللوس كونكاسي هكا محمر اولي الكوكا ومهرمش محمر كنديروها كاف جناب ومن الفوق كنديرو وريدات ديال الشانتي كالاشكال وريدات وكنزينو اما بالسوريز اما بالفرامبوز يعني التزين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وكندخلوها لتلاجة حل التورتة كندخلوها لتلاجة بحل غاتو كنخليو التكت برد مزيان وديك الساعة كنخرجو هاد الكريب اللي درنام على شكل غاتو على شكل طبقات وديك الساعة كنقسموهم على شكل المثلاتات كيجيو هكا بحل ملفي مورقين طبقات وفيهم هاديك الكريمة الشيكولاتة للدهن من اللي يعني كتا اخذ وقتها وقد ما خلينا فتلاجة بردات ومن بعد مني كنقسموها ركا تجيب حل غاتو بحل حلوة كتجيزوينة بزاف وانتمنى انكم جربوا هاد الاقتراح وبصحة ورحة توصونا المباشر معكم وستماعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرة للا مولاتي المتنوعة وبحضور الشيف شعيب الرفعي ماتر شوكولاتي اختصاصي فن الشوكولاته اهلا بيك شيف شعيب نورتينا اليوم اهلا وسهلا للا سينا واخيرا. 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 واخيرا مكان تواصل معك القك خارج المغرب ولا يعني فنواصلونا يعني بنسبة اللي يبروي السفد هكام الشوكولاتة فاليوم عادك ساب ان شاء الله. وشالف لي يا نكون معاك وبينصير هادي فرصة باش نشوفوا منتلقاوه مع المتتبعين ديالي والمتتبعين ديال مادرديو سبيسيال مولالة كنبلغو لهم تحية شوكولاتية من هدو المنظر هيدا وتحيتنا لحسن أم أسيل أسيل يعني الولدات كيف أجدروا معاك يعني عجبهم الحال تفعلوا بزاف لدرجة أنني أنا جات واحد الحاجة كنتي كتحكي القصة ديال الشوكولات وعطيتي أسئلة وهدوك الأسئلة جاوبوا عليهم يعني بكل سهولة يعني الولدات من تبغيوا شي حاجة وكيتمتعوا فيها يعني دوك الأسئلة كاملين يعني تبارك الله عليهم يعني يجاوبوا عليها من خلال ذاك القصة اللي عاوتي تمام إن حضور شوكولات ينشط وخلاهم فعلا يتفعلوا وجوبوا وفعلا القصة ديال الشوكولات اللي حكيتها ليم كانت قصة رائعة وانا بدوري كان تعجبني هديك القصة وكان بغي نحكيها باستمرار في حضوري في عدة منابر إعلامية وحتى مع الحديث مع الناس عن شوكولات فاليوم يسرني على أن هنا نشارك للمستمعين والمتتبعين ديولنا في هذه القصة هذه ايه فنبدو بنسبة القصة يعني كيفاش بدأت يعني قصة شوكولات قصة شوكولات مرحبا نكون على التشجيلات الخاصة الوريجين دياله والمصدر دياله هي من أمريكا ولكن القصة غريبة جدا ولانه في يامة الاكتشافات كان كريستوف كوننبوس النوا يكتشف الهند عن طريق عن طريق آخر لانه كانت ديجا وصلت الهند وما كانش خسويت باع طريق ديالهم وبالتالي كان يعتقد على أنه كان يوصل الهند عن طريق آخر فاطلب من البرتغال الحكومة البرتغالية هنا داك على أنهم يعطوه يعطوه واحد للبخيرة مزودة بكل ما يحتاجوا في طريق هذا للوصول إلى الهند عن طريق مخالف لمن اكتشفوا الهند تماما فالفكرة ما أجبتش للبرتغاليين وبالتالي طلب من الإسبان على أنهم يقوموا بهذه المبادرة فرحبوا بها فعلا ونطلق كريستوف كولومبوس في البحث عن الهند عن طريق آخر فإذا بيه كيرقى رأسه في واحد المكان الناس اللي فيه قراب في اللون الهنود وبالتالي كان هو أول من أطلق عليهم الهنود الحمر الحمر أيام فأنا ذاك الهنود الحمر أو الهنود سكان أمريكا الحضارات القديمة كانت تستعمل الكاكاو هات شجرة الشجرة هي الكاكاو اللي كان كينبت أنا ذاك كانوا يجنيوه وكانوا يستعملوه في عدة استعمالات ومن بين هات استعمالات كانوا يسيبو به واحد شراب كانوا يطلقوا عني شراب الآلهة حلول كريستوف كولومبوس سنداك كان بالنسبة لهم كان إنسان مختلف وهما كانوا يؤمنوا على أنه وحد النهار غدي يجيو واحد الإله اللي غدي يحاول يوقيهم من الظروف قاسية للحياة فشافوا كريستوف كولومبوس بدك الحياة ديالو تبوغيسة ديالو هدا زوين وهدا وجاي بالبخيرة ومعه الجنود وهدا فاعتقدوا على أنه هدك هو الإله فكان أغلى ما يمكن يقدموا لهذا الإله اللي هم اعتقدوا هو على أنه يعطف شراب الآلهة اللي هو بالكاكاو فكريستوف كولومبوس نظرا للتعب ديالو والصفر في البخيرة والبحر كان تعب كبير فبغى اخداه وشربوه ولكن ما عجبوش ولكن من بعد ساعة أو ساعتين حس على أنه رشعت له اليقة البدنية ديالو رشقة ديالو وهو يقول المرافق ديالو قالوا هاد المشروب اللي عطوني راه نشطني ويبحث عن المصدر ديالو وبالتالي كانت أول اللحظة اللي غادي يتبحث عن المصدر ديال كاكاو ونقل ديالو لإسبانيا وجابوه واحد الكيس اللي كان يعني اللي كان فيه واحد قريبا واحد 15 كيلو لعشرين كيلو هدا باش جابوه لإسبان وتما الإسبانيين حاولوا يضيفوا ليه العسل يضيفوا ليه الي زي بيس وهدا باش يادابتيوه ومنتم انطلق الكاكاو في أوروبا إلى أن حاليا نراها في جميع مناطق العالم وخصوصا على أنه نحن كالأفارقة ونعتزو بذلك لأنه القرار دي أنك تنتز 70% من الإنتاج العالمي ديال كاكاو وإحسن كاكاو فعلا أحسن كاكاو وإحنا قد نتكلم على هالتفاصيل ولكن قبل بزيف دي الناس لأسف يعني كيتخوفوا من الشوكولات فاليوم بالحضور ديالك انت كمتر شوكولاتي واللي صراحة يعني مدول مجاملة انت كتبغي الشوكولات والشوكولات كتبغيك يعني صراحة لأنه وكنظن لأنه أي واحد كيعرف المتر شوكولاتي الشيب شعي برافعي أو لجح در عندك يعني واستفد من الحصص اللي كتقدم دي فورماشيون اللي كتقدم فعلا كيخرج يعني بواحد المحبة الشوكولات يخرج بواحد الفن إبداعي يعني لأنه مجرد ما كنشوفوا الصور ديالك يعني كيفاش وجدتي هدك الشوكولات ما شاء الله عليك يعني تبارك الله ونادي نحاول نتقاسم مع المستمعات في الفيسبوك صور كتيرة من الإبداعات ديالك في الشوكولات ولكن كيتخوفوا من تناول الشوكولات كي بتاعدو منها دائما كانوا نصبوها غير لولدة صغر يعني ملعزينهم الشوكولات حين أنه را عندو فوائد كتيرة فمن خلال تعاملك السنوات وبالخبرة ديالك في الشوكولات شنو الفوائد اللي كتشوف أنها كتعطي الشوكولات خاصة لو ديتكلموا على شنو نوعية الشوكولات اللي مفيدة للجسم ديالنا آآ بعدها أولا قبل ما ناكلوا الشوكولات وقبل ما نفكروا في الشوكولات خاصنا نعارفوه شنه هي الشوكولات الشوكولات هي ثلاثة ديال المقادير كين الكاكاو وكين البغدو كاكاو وكين السكر هذا فيما يتعلق بالشوكولات السوداء فيما يتعلق بالشوكولات بالحليب المعروفة شوكولات أولي فكي تزاد فيها الحليب آآ يعني شوكولات أولي هي شكور زبدة الكاكاو والكاكاو والمسحوق ديال الحليب فيما يتعلق بالشوكولات البيضاء فهي السكر وزبدة الكاكاو ومسحوق او الغبراء ديال الحليب وهدي ما فيهاش الكاكاو وهدي كتكون نقصة في الفائدة ديالها ندرا لغياب الكاكاو أول هده هما الشوكولات فيما يتدول في الأسواق فهناك شوكولات وهناك شوكولات رون بلاسون يعني شوكولات الموازية شوكولات للناس يشوفها يسحب لهم شوكولات فالشوكولات الحقيقية هي التي تحتوي على الكاكاو وزبدة الكاكاو ومن طبيعة الحال فيها سكر أما الشوكولات اللي هي رون بلاسون يعني هناك تلقو عليها غالبا في العلب ديالها كتلقاها سكر شوكولاتي ولا شوكولات رون بلاسون يعني شايف شو عيب يعني كين أشكال كتير يعني في الأسواق وصعيب على أنه الناس يختاروا يعني منهم راسهم ولكن بالحضور ديالك انتكا ميتخ شوكولاتي شو ما صاح نتقدم يعني سواء الأبا أو الأمهات أو الوالدين أي واحد بغي يقتني الشوكولات كين أنواع كتيرة أكيد تكلموا عن الماركت ولكن كنتكلموا عن المكونات يعني فوق ما أنا غادي اهز هادك الباكت شوكولاتو مثلا ديك البادي شوكولات شنو يخصني نقراف المكونات شنو يخصني للقى اللي غادي ناسبني وللي غادي نعرف أنه راه هداك شوكولة حقيقي يعني غانيي بالكاكاو تمام بالنسبة للقاع للناس الضريقة الوحيدة اللي يمكن يعرفوا انه هادك شوكولة حقيقيه ويقروا لامبالاج فالانبالاج للمكتوفه شوكولة responsibility ولا شوكولة ريال حقيقي ويقرأ حتى الغابة لانبالاج كلها تستطيع البودر كاكاو تستطيع العجين الكاكاو والبودرة كاكاو في الغابة أو سكر أو اللي والبوغد كاكاو حسنًا والبوغد كاكاو السبب هذه المملكة لأن اللي كيخلي الشوكولة ما كتبقاش شوكولة هو على أنه تعوذ تزح البعد الكاكاو لأنها هي اللي غالية وتعوذ بالزيوت ويلدو بارم وبالتالي ما كيبقاش هدك هو الشوكولة فأنا كمصح للناس باش يحاولوا يستهلكوا الشوكولة الحقيقية اللي هي اللي عندها بزاف ديال الفوائد يعني اللي قد يلقوا في المكونات في يعني قد يلقوا مثلا الكاكاو بنسبة عالية كالقوا مثلا سبعين تمانين وي تمام تمام مثلا يعني البودر دو كاكاو غضي القاو العجين دو الكاكاو البودر دو كاكاو هذا هو الشوكولة هذا هو الشوكولة يمكن تلقى مع هاد اللي زان غريديو هادو منسبة قليلة منسبة قليلة ديال الويل فيجيتال وهنا أوروبارات القانون الأوروبي اسمح على أنها يمكن أن تضاف واحد خمسة في المياه ما على أنه تلقى رسبة كبيرة من الوين بدو بالم هادك ماشي شوكولة وإنما هادك ثكر شوكولاتي وبالتالي يعني كيبان بحالوا بحال شوكولة ولكن ره ماشي شوكولة ومنوع على جميع الشركات على أنهم يحطوا كلمة شوكولة وهو ماشي شوكولة فعلا غريب هديل وحتى بالنسبة لها ذاك الشوكولة يعني ذاك المر يعني ذاك اللي كيكون مفيش محلاوة فهو أقصى انقلبوا على هاد المكونات تماما بالنسبة للشوكولة المر حيث الشوكولة يمتك يكون مر هو على أنه كل ما قلت نسبة سكر فيها هذا هو لكن وبالنسبة للناس ولكن العلم والناس اللي كي يجتهدوا بما أنه الشوكولة هي واحد المادة عالمية والناس كلهم كيبغوها فرحت الناس اللي يمنوع عليهم هيكلوا سكر تم صنع يعني شوكولة بسكر طبيعي وهو شوكولة بسكر طبيعي يعني هناك شوكولة مصنعه يضاف الى ساكرين ولا المالتيطول ولا هدا باش يمكن حتى هاداك الانسان اللي ما يقدرش ياكل شوكولة عادية ياكل شوكولة تعود هاتش يقول له باش كل شي يستفد من ديك الفوائد والقيمة اللي كي ينفع في الكاكاو تمتع بالمادة خذية تماما ايو تمتع بالمادة وفعلا يعني مليك ان ناخده الشوكولة حقيقية دوق ديالك يرتفعي كتحسباتك انك مرتاح كتلدد يعني في هديك الشوكولة وفنوس الوقت حتى الميزاج كيتحسن ينسيغ الشوكولة كي ينشط هرمولاندروفين لا بالنسبة الراجل شوكولة كي يعطي للمرأة احساس بالسعادة وكي يعطي الراجل احساس بالافضلية الراجل من اللي كي ياكل شوكولة كي يحس على انه بحل اول مرة حب في حياته للمرأة كتنشط كي ينشط الميزاج ديالها وبالتالي فانا كنصح الرجال على انهم يكون عندهم بانك ديال الشوكولة في الدار الاقل باش يتعاملوا مع الزوجة ديالهم وفعلا وخاصة بالنسبة للمرأة يعني المرأة كنعرفوا انه مثلا في الفترة ديالحمالة يكون تغييرات كثيرة فالاخدات مثلا واحد القطعة ديالشوكولة او لدومت عليها بهاد المكوينة اللي تكنها اللي هي الشوكولة حقيقية كي تحسن لها الميزاج يعني ممكن يكون شدك حتى انه كي يغير الميزاج وحتى ديالك النفسية كتولي يعني واحد مرتاح وكنا حاجة اخرى يمكن يزيدها هو لانه ابناء النساء اللي كي ياكلوا شوكولة وهم حوامل لابناء ديالهم كي يكونوا اكثر ابتسامة يعني هذا من فوائد ديالشوكولة وهذا اكداتوا بزاف ديال الدراسات العلمية واخرى بالنسبة للناس اللي تستعملوا الشوكولة وتنعرف انا من خلال برنامج المولاتي اكتير من ربات البيوت وامهات مستمعات ديشيف اختصاصيين هكا في مجال الطبخ والحلوية اكيدة لانهم عندهم يعني المام بزاف ديال الامر فيما كيتعلق بالحلويات بالشوكولة ولكن بالحضور ديالك اليوم نبغي ان انا نعرف امور اخرى اللي هي يعني مهانية واحترافية اكثر من عندك فاي سيدة مثلا بغيت تصيب حلوة او لا بغيت تصيب شوكولة وخاصة يعني بالشوكولة كان عرفوا لانه دبا الحمد لله فهد العشر سنوات الاخيرة طربة ما اكتر يعني دخلت هذي كتاقفات ديالشوكولة يعني قبل كان دبا مثلا نغيف فهدية كان قدموا الشوكولة في الخطبة مثلا ضروري بفور ديالشوكولة في المناسبات والاعيات ضروري اننا نخلطوا ما بين الفواكه الجافة تمرو اللوز والقرقاع وكذلك نديروا الشوكولة للاسف كان عرفوا لانه كل اللي عنده الامكانيات يمكن له انه يستعن باختصاصيين اللي غادي مثلا يوجدوا لهذا الامور غيره معامة ناس يبغيو انهم يديروا واحد جوج لتلاتة الانواع ديالشوكولة اللي ممكن ان الدول ولدت معهم مدرسة او لها كاف الاعياد دبا مثلا مقبيع عيد الاضحى غادي جي العائلة الاحباب ضيوف تنبغيو اننا معا مثلا دوازتين او للفواكه الجافة نقدموا واحد تبصيل ديالشوكولة او لا واحد تفور اللي فيه شوكولة فشنو الناس احنا ممكن تقدم اللي بغاوا السيدات انهم يوجدوا الشوكولة غير في البيوت ديالهم والريتينا كيفاش نقتاني واشنو خصيكون في المكونات ديالهم دبا جبنا الشوكولة للدار بغينا نصيبوه كما هو اللي كنصح ان الشوكولة بصفة عامة هي دك السهل الممتنع مزيان نقرأ عليه انا كنصح قاية السيدات واحتل رجالها مش مشكل هو على انهم الشوكولة مزيان تقرأ عليها مزيان تعلمها لان الشوكولة هي واحد المعادلة ديال واحد زائد واحد كي ساوي جوش في الاستعمال ديال درجة الحرارة وهو سهل جدا فانا كنصح كل النساء على انهم يقرأوا على الشوكولة واحتل المقراش على الشوكولة يحاول يسول وليدير فورماسيو على الشوكولة لان الشوكولة ما كتحتاج بزاف الماتيريال كتحتاج ديمول تابليت وكتحتاج واحد طريقة ديال التمبراج اللي هي خصك هذه الشوكولات وضعفوا احلى التمبرات معينة وبالتالي انا كنصح قاية السيدات يمشي واشريو الشوكولة كيالي غروسيس اللي كيبيعوها وحاولو تدوبها وخدو لتمبراتور مثلا انا نقدر نعطيكم طريقة سهلة فلو باش توضعوا الشوكولة في تمبراتور ديالك اهام تمبراتور ديالها فدوبوا تولوتين وضيفوا عليه تولوت وحركوا حتى تصل لتمبراتور اه ما تندوبوش دقة واحدة لا ما كندوبوش دقة واحدة تماما فتولوتين ديال الشوكولة نواخ مثلا كتدوب خمسين درجة وكتزاد عليها التولوت الباقي ويبقى نحركوا حتى نوصلوا الواحدة وثلاثين درجة هذه هي لا تمبراتور وكنديرو في ديمول لكنين عدنا ليمول يسيليكون ولا ديالا بوليكاربونات مزيانين وهذا وتنلوحوا فيه مقصارات اللي كون تكون ديجة محمرة وهذا وتنعطيوه الوليدات اكزاكتو مول كاجول لوس البستاش هذا وتنعطيوه هاد طريفات الوليدات نيدوهم معه من مدراسة ولا تحنا ناخدوهم معنا الخدمة ولا تنسربوهم عقهوا ولا مع هادا الناس اللي كيجيو اضيفان عدنا وبالنفس الامر كيكون بالنسبة للشوكولة اولي فالشوكولة اولي نادرا لوجود حليب فيها مخصوشي تكوى قيلة على تمبراتور كتكون طالعة فالتدويب ديالها تكون في 45 درجة والشوكولة بلونك كذلك تكون في 45 والنوضيف الى ذلك التلوت الثاني نحركه حتى توصل على تمبراتور ديال 30 درجة وبالنسبة للشوكولة بلونك 28 درجة كتدار في المول كتلح لها المكسارات وكناكلوها وكنا نصح سيدات خصوصا اللي كيتكوى قيلة كيتجمع اليهم الشوكولة وكيبقاو طيبوه ويبقاو يحاولو يزيدو لي الزيت يزيدو لي الزبدة الشوكولة ماتحطاج لا زيت لا زبدة غير حاولو تتعاملو معها بكلעقلانية في تدويب ديالها ويتكون هادك الكاسرولة اللي كتذوب فيها تكون لماذا ديالها مسكي الماشي الكاسرولة اللي فيها الشوكولة يعني حمام مائي؟ حمام Hello bar name ربما الشوكولات اللي تكون مثلاً عادي ولي كم قولوا نزيدوا لهذا الإضافات تماماً هو الشوكولات الحقيقية ما كتحساس زيد لهذا شي حاجة إلا حاجة وحدة اللي نقدر نصح بها الناس اللي هما تعجبهم الشوكولات واستعمال دياله فراه لكالية جودة الشوكولات كتتحدد بتامان الشوكولات واللي بغي يستعمل الشوكولات في البومبون ولا في شي حاجة اللي يخدم فيها الطمبيراج وهذا فلازم ياخد شوكولات البغضو كاكاو أو زبدة الكاكاو طالعة فيها باش تبقى في الفلويدتي ديالها من اللي كيحاول يطمبرها أما الشوكولات اللي تكون نقصة هي كتكون شوكولات ولكن نقصة فيها زبدة الكاكاو مش مشكلة هدي عدة استعمالات أخرى كتستعمل في العموس كتستعمل في القاناش كتستعمل في زرف ديال استعمالات العموح إن شاء الله يعني مبعد لكون جي بإذن الله ومعها الفتتاح يعني المشروع ديالك يعني محلي كان المفروض أنه يدار سنوات ولكن ضلتي على أنه تفيد الناس لأنه تبارك الله عليك أنت كتدير دي فورماشيون يعني اللي الشيف اللي هم هنا في المغرب وكذلك حتى خارج المغرب والحمد لله كتفرح من اللي كتشوف يعني تلاميدي ديالك اللي تبارك الله عليهم تهم دابا يعني في فناديك كبرى وفي دي غيستورون اللي هم أكبر الحمد لله يعني دا كتفرح ودابا الحمد لله أنت كتدير المشروع ديالك اللي بإذن الله شهرة سعود نتمنوا لك التوفق إن شاء الله يكون واجد باش نجي ونصوروا معاك لأنه بغيت أنه السيدات يستفدوا نبدو مرحلة بمرحلة غير بشوية لنا يعني من هذيك من ذيك البلاتو ديال الشوكولة اللي في مثلا غير واحد خمسة ديالأنواع اللي هم عاديين غير بتزيين مختلف وإحنا غاديين حتى نوصلوا مثلا ديالشوكولة التي تكون فيهم لداخل الكراميل أو للفخاز أو لغيره من ناكهات لأنه نبغي والسيدات أنهم يتعرفوا على كل هاد هاد المعلومات فعلا بالنسبة لل التباقلع اللي كاني لأنه كنشوفه وأنه نتمن بلا ماتخ شوكولتي اللي كانين في المغرب واللي حصلوا على جوائز عالمية يعني خارج المغرب والحمد لله حتى جوائز داخل المغرب والمستوى ديالك كيضاهي المستوى دياللي شاف اللي هما اختصاصيين ودي ماتخ اللي هما كبار يعني في الشوكولة فتكلمني عنها تجريبة لأنه تبا كنفرحهم اللي كنشوفه مغربي أنه مثلا مشى الألمانيا أو لكينا شي منصابقة وحصل على جوائز اللي هي مهمة جدا ولي كي متلفيها المغرب والفضل كيرجا المغرب حداته لأن المغرب أنفيستا كتير باش تكون شعبة شوكولة ففي دومي لونه خريج أول فوج من معهد بولو ديال الفندقة للأسف الشعبة ما توقفت ما بقيتش وكنت من بين الخريجين وهذا هاد ال هاد ال ديبلوم اللي خديته أعطاني الفرصة باش نخدم في أكبر شركات لإنتاج شوكولة في المغرب من بعد أكبر شركات لإنتاج الحلويات ومواد الأولية للحلويات في العالم اللي هي شركة بلجيكية من بعد انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية اشتغلت في أكبر فنادق ولاية مساشوسيت من هاملة وقريت الجميل في الأمر هو على أنه قريت في جامعة أمريكية قريت شوكولة وشعبة الحلويات لمدة ثلاث سنوات في جامعة أمريكية وهاد شي كيف يفرحها الشيف شعيب لأنك أنت يعني كيف ما قلت يتخرج شي بديبلوم مغربي من دراسة مغربية وعاد يعني مشيتي خديتي يعني خبرة كبيرة في دول يعني في خارج المغرب فهدي حاجة كتفرح لأنه يعني من ديبلوم مغربي من دراسة مغربية استطعتها لأنك الحمد لله تدير بلاستيك يعني خارج المغرب تماما وهذا ماشي هذي مشي مسألة كتنحاصر عليها فالمغربة تبركب عليهم موجودين في العالم وكلهم دا كاتيرة وكلهم ديشاف كبار وهذا فأنا كنت واحد من الناس اللي يحاولوا ويهاجروا ويستفدوا ويفيدوا وأنا فخور خصوصا لأنه أنا درست شوكولة ودرت دي سيمينير في ولايات مساشوسيت في أكبر جامعات وستيرن يونيفرستي هي واحد من الجامعات اللي استدعاتني ولي المتتبعين ديالي فقط يمشيوا للجوجل ويديروا رافعي بوشعيب وغاد يلقاوا التعليق اللي كاتبين ولي أكبر شيفات في ولايات مساشوسيت في هاد المجال هدا وخلناس لك يسمعونا اليوم اللي مثلا عندهم إلمام هكا بالحلويات بالشوكولة وبغاو أنهم يتخصوا في هاد المجال شو النصيحة ديالك من خلال هاد الخبرة ديالك السنوات يعني بالنسبة اللي بغايت تخصص في هاد المجال النصيحة ديالي هو الفورماسيو احنا خصنا تكون عندنا ديالك الفكرة ديال نقرأها على الدومين فالشوكولة ماشي هي الحلويات ماشي هي مع كامل احترامي لشعبة الحلويات وشعبة فالشوكولة لازم تقرأ لها ولازم تبغيها وكيما كان قولو الكاليتي ديال الشوكولة هي ثلاثة ديال الحويش فهي والانجريديون يكونوا مزيانين والحب ديال يعني الانجريديون يكون مزيان شوكولة فحد داسة خاصة تكون مزيان وتكون تبغي هاد هاد دومين هادا وتكون عندك وحد الخبرة ولازم نقرأه على هاد هادو اللي تغفره مع الدراسة كاته يعني شوكولة شوكولة مشي بحل الحلوية يعني زيد هادية هادية رك تنطح والدليل الشيف شو عيب هو انه تتبغي الله عليك يعني شايف اختصاصي في الحلوية وفي الشوكولة ومشيتي في المجال ديال الشوكولة يعني حسمتي الامر مع انك تبغي الله عليك يعني من ليش فتنيا حتى بعد صور ديالك فليد السير لك تدير في الحلويات يعني رك تبغي الله يعني متميز بزاف ولكن حسيتي انك تعطي في الشوكولة كتر تمام لانا الحب ديال الشوكولة اخداني كتر وعجبني والشوكولة كان تمتع يعني كان تمتع بي وانا كان سيفي درجة علينا وبعد المرات فالويكيند ديالي كله كان ديوزه في الفلاتولي ديالي فلابوغات واغ تلقى متعة كبيرة والمتعة كان تكون كتر من اللي كان تحيد لبونبون من المول ديالك وكتشوف هاداك البرييونس من الناس اللي حضروه في براميج كبيرة وجوليها مشاهير ودرجة علي انهم صيب ديكابسول ديال ديال كافي اييش فقم ديكابسول الناس اللي كيمشيو يعني المحافي الكبيرة ما ما صدقوش على انه راه شوكولة هادي يعني تيهزوه كيقولوا لي واش هادي تكل هادي ونقول كيقول لي هادي ما خصاش تكل يعني فعلا هذك شي اه وراتي لكيوقعيني منك نشوف الصور ديالك تشوف الناوم هدو لوحات فنية اشكال اللي ما كتبغيش انك تخطرها او يعني حتى انه تاكلها يعني تل ما هي الشكل ديالها زوين والمنظر ديالها والوينات كذلك اللي كتختار وكيف ما قلتي هو انه حتى الجودة يعني حتى المكونات او لدو المواد المصنعة اللي كنت كتستعمل مع الشوكولات يعني كيبان لكاليتي كتبان انه ذك شي اللي كتستعمل يعني ما كتخترش على الشوكولات اي حال تماما يعني لكاليتي شوكولات هي الجودة دياله شوكولات كتبقى عالميا عنده جودة خاصة وشوكولات الكاكورا اللي هو عادي اولا التامن دياله عادي اولا معقول ويمشوا بلاي صخرين مثلا ولقو تامن طالع ولكن اللي كيجي ويشوفو يعني الدوق هو اللي تحكم كتلقى لانه تيقول لك لارا المادا قد ديال داك شوكولة اللي خديت اول اللي تناولت مثلا راه ما بغاش يتحييذ ليا يعني من الفمي يعني كنحاول اناني نعود نرجع عندو مرات ومرات ومرات ما فين كتكون يعني صمع ديال اللي شايف بينسير وشوكولة في حداتها راه ما مطلبش من شوكولة كالدق ما كتكلش فبالتالي فانا كنصح الناس بلا ما تشريو شوكولة رخيصة بزف بش تاكلوا منها بزف شريو الشوكولة اللي هي بتامن زوي واتامن هدا ولا صيبوها شريو لما تيار برونيار وصيبوها روسكم حسنا على انك تاكل شوكولة هي في حداتها راه ماشي ماشي شوكولة وشوكولة راه ما تحتاج تاكل ميني مو ديال واحد بان غرام ولا عشرة غرام في النهار راه كافية ولك لديها ثلاثة المرات في شهر راه زيانة اه كذلك من بالحويج اللي نشهد فيهم وانه احنا كنا نتكلم قبل في لقاء الشيف شعيب وكذلك دائما نتكلم على واحد نقطة وانه من خلال المشروع ديالك اللي ان شاء الله في شهر سعود غادي يكون واجد اللي هو افتتاح محل خاص بالشوكولة وانك حرصتي على انه بغيتي انه كل شي عامة الناس يعني عامة كل شي انه يجي يمشي المحل وياخد الشوكولة وكل واحد يلقى النوع اللي كتنسب على حسب القدرة ديال وعلى حسب الامكان والتكلفة يعني من خلال هذا المحل حرصتي على هذا القادية تماما لانه الشوكولة في حدتها راه راه باش يعرفوا المغاربة وهذا المساج باش يعرفوا المغاربة لانه الشوكولة راه ماكسيمو عندهم واحد تمام اللي هو بسيط راه ما غاليش بزاف وانما تمام باش كي تباع في السوق حاليا هو تمام يعني كيوصل وحد 600 و700 في المياه باش باش غالي ديال الربح لك شعلاش يعني باش الناس منيجو دا مثلا ذاك المحل كل واحد يلقى نفس يعني مش واحد اللي غينتادر أنا غلر شوكولات وكل شي تدوقة وكل شي يستفد من الفوائد ديالها والي هي انه لانه كتفرح مني كتخرج وكتجي كتلقى الناس مبتسمين فوجهك ضحكين ناشطين يعني الامور تماما لانا شوكولات هي في حد داتها من بعد الاكل ديالها كتعطي كتنشط وكتعطي الابتسامة وبالتالي لاخدتها بتامان معقول فهذا غايزيد الابتسامة ابتسامة فعلا وانت بدأتي في مجال ديال الشوكولات من خلال انه حتى ان شاء الله في المحل ديالك هدي يكونوا حتى توابع ديال الشوكولات يعني ديجال ديبندوش مثلا شوكولات صن سكر هذا هو المهم شوكولات بالنسبة الناس مثلا عندهم مرض سكري او لا تيبغيو انهم او نقصم الهلاوة تمام كانين شوكولات اللي هو خاص اللي بلسكر تمام شوكولات صن سكر وكينش شوكولات صن يعني كونسير غطور بلا مواد حفيدا فا وكينوح فالفارت كبير وحتى يعني حويجات اللي بشوكولات تمام من شم Теперь شوكولات بالنسبة جيال بالشوكولات بالنسبة سابون ديال بالشوكولات بالنسبة البرفان شوكولات. هتي كنا كنشوفوه يعني في الخارج وده بالحمد لله هذي اللي متوفر بإذن الله ويستفدو منه عامة الناس. إن شاء الله. فتباك الله عليك شيف شعيب رفعي متر شوكولاتي كنشكرك بزاف على الحضور ديالك وهذا يعني غافتتاح. احنا قبل من الكنجي آآ آآ الحيط انك تكون حاضر معنا. وأكيد بإذن الله معفتتاح المحل ديالك مشو نصوره معاك آآ حصص باش المستمعات يستفدو وفي نفس الوقت آآ اللي آآ الحضور إن شاء الله متواصل باش نختارو يعني كل مرة ندير واحد ثلاثة ديالانواع ديالشوكولات اللي كل ناس اللي كي سمعونا من طنجة القويرة في المدن في البوادي في القرى نبغيو أنهم حتى هما ياخدو حقهم من الشوكولات ويتعلمو حويجات ليهما سائل. مرحبو وكندعيهم على انهم يتبعوني في البراج ديالي شاف شعيب آآ آآ شوكولاتي ولف الانستغرام ديالي هو آآ شاف شعيب آآ شاف شعيب فمرحبا بيهم وحتاف الواتساب ديالي راهكين على على الكون ديالي لي هو الحساب ديالي فيسبوك يمكن يتواصلوا معايا عبر الواتساب ولتتدفعون كتا مشكيه. تماما. إحنا كنغديوك هاد الاختيار الغنائي وانترا غادي تعرفو أكيد لأنه يتغنى بالشوكولات. آآ مرحبا. آآ كنشكرك بزيف على الحضور ديالك فاتصبح نورتينا الشاف شعيب الرافعي بمتخ شوكولاتي. اشتركوا في القناة. شَمزيه مرجorton خليجور مرجpared اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة